توزع اليمنيون في أسقاع الأرض وفي كل بلد سكنوها حملوا عاداتهم وطقوسهم الحياتية معهم فاليمني ورغم المسافات الكبيرة والأوجاع الكثيرة التي تفصيله عن بلده لا تحل عليه أي مناسبة إلا وعاد ليبحث عن ما كان متاحاً في وطنه علّه يشعر بالقرب من أرض ضاقت به ووجد في غيرها التساعة المهاجرون في مدينة إسطنبول التركية مثالاً لم تنسهم المدينة الواسعة تفاصيل صغيرة اعتادوا عليها وبقيت تسكن وجدانهم كطقوس شهر رمضان أجواء مليئة برائحة اليمن تخلقها الأسر لنفسها علّها تخفف حنينها الذي يتضاعف خلال شهر رمضان فمائدة الإفطار هي الطقس الرمضاني الذي يحرص اليمنيون على التمسك به بذات الشكل المتنوعي والأصيل وجبات تقليدية ما زال اليمني شغوفاً بها ما يدفع ربات البيوت لابتكار حلول تعوض غياب الأدوات الخاصة بصنعها كالملحة وهي أداة خاصة بصنع ما يسمى من لحوح ويعتبر نوعاً من أنواع الخبز يحضر رمضان بحضور الرائحة المنبعثة أثناء إعداده هذا ما تقوله الأسر المهاجرة هنا وهذا بالطبع بسبب وجبة الشفوت التي ارتبطت بمائدة رمضان كوجبة أساسية لا تكاد تخلو منها مائدة يمنية ويعتبر اللحوح مكوناً أساسياً لها بالإضافة للبن أو الزبادي مائدة رمضان التي يبدأ إعدادها غالباً بعد صلاة العصر تتميز بتنوع غني وفريد بأطباق وصنوف يغلب عليها الطابع التقليدي اليمني الخالص بدءاً من الإفطار الذي تحرص فيه الأسر على اتباع السنة بتناول التمر يجاورها القهوة اليمنية ثم مقليات شعبية خاصة كالباقية أو ما تسمى بالطعمية أو السنبوسة المنتشرة عربياً تفصيل صلاة المغرب التي تحرص أغلب الأسر على أدائها جماعة بين لحظات الإفطار ومائدته المحضرة بوجبات شعبية رئيسية كالشربة والعصيد والأرز الحلويات أيضاً انفرد اليمنيون بأصناف خاصة بهم ولعل أشهرها هي بنت الصحن التي تزين بحضورها مائدتهم الغنية والعريقة ترجمة نانسي قنقر